في كل مرة العراقيون يبحثون عن منقذ لأن الأوضاع المأساوية والشاذة التي عاشوها في ظل الحكومات السابقة جعلتهم يراقبون بدقة ما يجري من مشهد وبعد أن تعظمت بهم الرزايا والمشاكل والأهوال عسى ولعل أن يكون هناك أفقا معينا يحقق للناس طموحاتهم ولو في حدهم الأدنى مر علينا عبد المهدي ومر علينا العبادي ومر علينا المالكي ومر علينا الجعفري ومر علينا علاوي وإحنا بعدنا دل اللول يا الولد يبني دل اللول بس صبر العراقيين شبير حس المهم إجت برحلة الكاظمي واليوم الناس تراقب سكنات وحركات الكاظمي أو خالته تحت المجهر لأنها تريد من هذا الرجل أن يحقق له ما لم يستطيع أن يحقق غيره وخصوصا أنه هناك خطوات تبشر بالخير يعني احنا مرات حتى الكاظمي منيقح نختلف بكورونا لو بفلاونزة المهم لأنه احنا من حقنا أن نعيش مثل بقية خلق الله ولذلك الكاظمي سيذهب قريبا إلى واشنطن كثر الجدل هنا وهناك كل واحد لديه طموحات ماكو إجماع لمنظومة سياسية باتجاه معين ولذلك نقول أهم شيء اليوم يجب أن يتحقق أو يجب أن يحققه الكاظمي ومعه القوى السياسية هو أن يكون قرارا عراقيا حرا ووطنيا يحقق المصلحة العراقية أولا ولذلك نخاطب الذين لديهم طموحات ونشترك معهم في هذه الطموحات بإنهاء الاحتلال أو إنهاء التواجد الأجدبي نقول قبل كل هذا وذاك الذي يحقق هذه الأمان هو البناء منظومة سياسية وطنية حرة مستقلة نزيه قراراتها من أصولي وطموحاتي شعبها مو أنا اليوم لما أريد أروح لزيارة مو اليوم أنا لما أريد أجتمع اليوم لما أريد أتخذ قرار يجب أن تكون المصلحة الوطنية العراقية للشعب العراقي هي التي حاضرة ألا أكون طرفا بيد هذا وبيد ذاك عدي أمام الناس شعارات شكل وتحت الطاولات شكل آخر وهذا هو النفاق السياسي بعينه اللي يريد عراق قوي بي سيادة واليريد عراق حقيقي موجود الآن ويريد أن يحترم ويحترم من خلال العراق عليه أولا أن يكون صادقا مع نفسه لا مرة يصير لخليجي ولا مرة يصير إسلاحة إيراني ولا مرة يصير أمريكي ولا مرة يصير تركي وبجل تجي تحكيو يا تقول ليش يقول لك لا أنا يدافع عن الوطن لا ليشيل إسلاحة باسم الوطن ويشد حزامة بتشرغد أمها ما تزيد تلفونات من نفلان ومن نفلان أو مصالح لتحقيق هذا الطرف أو ذاك على حساب السياسة العراقية ولما تقول لي يا ولد ليش الشكل يريد ياك لك يريد ياك لك ما يقبل أخوان الذي يبني عراق حقيقي هو الذي يؤمن أنه يجب أن يكون هناك منظومة سياسية محترمة يمثلها عراقيون حقيقيون ينظرون إلى مصالح البلد وليس أن ينظروا إلى هذا الطرف الذي يسوي وزير أو باتل نجح بالانتخابات أو باتل يسوي رئيس وزراء أو تسعد هذه الكتلة بالتزوير أو تسعد هذه الكتلة بالكذب والتدليس والمال السياسي الحرام تقدرون بهذه الرؤية والله ستكونون رجال وتحكمون بلداً مثل العراق ما تقدرون عليها خلي تولي عفوها إذا ما تطلعون بالعين وغاتي أكون شعب راح يعلمكم السياسة ويعلمكم الشراء تحترمون البلد حسا عدنا زيارة لرئيس وزراء يريد يروح لأمريكا حسا شنو قلبة الدنيا قامت ما قعدت البارحة يجقى قاني ذاك يتصل هذا حاط هاوناتا ذاك شايكات يوشة هذا قابل ذاك زعلان شنو الموضوع أخوان شنو الدي يصير بدلما أن هذه القوى السياسية تتشدى تتوحد حول قرار وطني عراقي خالص وتقدر المصلحة الوطنية وتقدير المصلحة الوطنية يأتي من خلال احتياجات البلد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر